وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنيايا لأستقبل أجل الله فلن أختم حياتي بنفاق ولن أبرز عن تريتي باجتراء ولكني أقول كلمة موجدة للأمة كلها حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا آسف أن يقول سلبي أريد منهم أن يعلموا أثنى الملكة له بيد الله يؤتيه من يشاء فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمرز ماذا قال له أو كالذي حج إبراهيم في ربه قال أن آتاه الله الملك فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحق لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله فإن كان عاديا فقد نفع بعده وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبعه في نفوس كل الناس فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما ولذلك أقول للقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلام بما جاء من الأحباس فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الرعا وكيف كنا نفسر إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا الله يريد أن يثبت قيوميته على خلاله